نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدول من أنباء بشأن اشتراط وثيقة تأمين رعاية المسافر إعادة المواطن المصري من رحلته بالخارج لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية بدلا من علاجه بمستشفيات دولة الإصابة وقد قام المركز بالتواصل مع الهيئة العامة لرقابة المالية والتي نفت تلك الأنباء موضحة أن وثيقة تأمين رعاية المسافر تستهدف توفير مظلة تأمينية لتقديم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حدث عرضي أو مرض طارئ أثناء رحلة الصفر